أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرقص شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدوك وليا يرثني ويرث من آل عقوب وجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عكيا قال كذلك قال ربك هو علي هيا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آيات قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث لها من سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم فأوحى إليهم أن سفحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بطوة وآتيناه الحكم صبيا وحلالا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالده ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يباث حيا واذكر في الكتاب مريم إن انتبذت من أهلها مكانا شرحيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثلنا بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لآبنك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم يمسسني بشر ولم أكو مضيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وليجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني بنت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فنادى من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فاكولي واشربي وقلي علينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلم أكلم اليوم إنسيا فأتت بي قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك مرأسا وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شخيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانا إذا قضى أمرا إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدون هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويلوا للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في ضفلة وهم لا يؤمنون إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يَرْجَعُونَ واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا مبنيا إذ قال لأبيه يا أبت متعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمست عذاب إني أخاف أن يمست عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراضب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واحجرني منيا قال سلام عليك قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعطوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا واجعلنا لهم لسان صدق عنيا وافكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا مبيا وناديناه من جانب طول الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوحي ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات واتبعوا الشهوات فسوف يلقى ونغيا إلا من تاب وآمن إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنة عثل التي وعد الرحمن عباده بالغير إنه كان وعده مهتيا لا يسمعون فيها لغوا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها فكرة وعشيا تلك الجنة تلك الجنة التي نورث من عبادنا ما كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطفر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يكتر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جهيا ثم لنحضرنهم حول جهنم جهيا ثم لنازعن من كل جيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جهيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما أي الفريقين خير مقاما وأحسن نذيا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الطلالة فليمدد له الرحمن مدى قل من كان في الطلالة فليمدد له الرحمن مدى حتى إذا رأوا ما يعدون إما العذاب وإما الساعة فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌ مَكَانًا وَأَضْرَفُ جُعْدًا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْهُدًا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْهُدًا وَالْبَاطِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عَيَدَ رَبِّكَ ثَوَابًا خَيْرٌ عَيَدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًا أَفَرَئِتَ الَّذِي كَفَرُ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا أَبْطَلَعَ الْغَيْبَ أَمِنْتَخَذَ عِندَ الرَّخْمَانِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُمِنَ الْعَذَابِ مَتًا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِيْنَا فَرَدًا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِيْنَا فَرَدًا وَاتْتَخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً وَاتْتَخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُولُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًا أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَابِينَ تَعُزُّهُمْ أَزَّا أَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوْقُ الْمُجْرِبِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا وَنَسُوْقُ الْمُجْرِبِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عياد الرحمن عنده وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال حتى وتنشق الأرض وتخر الجبال حتى أن تعوى للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن وما ينبغي للرحمن أن يتفن ولدا إن كل ما في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا إن كل ما في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وقتا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن نالذي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وقتا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المنتقين لتبشر به المنتقين وتنذر به قوما مدى وكم أهلكنا قبلهم من قرم هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم الكزام ترجمة نانسي قنقر شكرا